موسيقى 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 جوتيريش يدين استهدف مدرسة تأوي نزحين في النصارات والأردن تنادد بالدعوات التحرضية لتفجير المسجد الأقصى موسيقى حزب الله اللبناني يعلن وقيامه بهجوم على قاعدة فيلونجا نوبا شرق الصفد ويستهدف ثقنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة موسيقى الدوم يتهم حلف النيتو بإدارة الحرب العسكرية بالوكالة عن كياب وابوتين يتوعد الغرب بحرب مباشرة الثالثة مساء بتوقيت القهران الثانية عشر بتوقيت النيتو نشر الأخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع نظره الإسباني حسيمانويل البارس العلاقة التنائية وعددا من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية وذلك في مستهل زيارته إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن تطورات في غزة والجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وثمن وزير الخارجية موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة قرارها الحكيم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية معربا عن تطلع مصر لاعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط كما أكد بدر عبدالعاطي أهمية تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة إلى مصر والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر ومنها البنية التحتية والنقل والمياه والتاقة المتجددة والخضراء والربط الكهربائية أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد أن حرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في إقامة دولة ذات السيادة كان ولا يزال سببا جوهريا لنعدام الاستقرار في المنطقة جاء ذلك خلال حفل إطلاق وتوقيع كتاب شهادتي للأمين العام لجامعة الدول العربية باللغة الإسبانية والذي نضمه البيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة مدريد وأعرب أبو الغيد عن التقدير للدول التي أقدمت على الاعتراف بفلسطين وعلى رأسها إسبانيا التي تستضيف اجتماعا عربيا أوروبيا تحت عنوان تنفيذ حل الدولتين وقال إن التساع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة على طريق تجسيدها داعيا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ هذا القرار والذي يعكس الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ أعلنت الولايات المتحدة دعمها للدول الإفريقية بمقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة يأتي ذلك بينما تتحدث الدولة المصرية دوما عن أهمية التمثيل العادل داخل مجلس الأمن وحق الشعوب الأفريقية على مدى عقود ظل مقعد أفريقي دائم في مجلس الأمن الدولي بجوار الخمس دول الكبرى حلما يراود قارة أفريقيا صاحبة الأربع والخمسين دولة التي تشكل النسبة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة مصر تحدثت دوما حول أهمية التمثيل العادل داخل مجلس الأمن وحق الشعوب الأفريقية لتعلن الولايات المتحدة دعمها للدول الأفريقية بمقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة توماس كرانفيلدا تمنت أن يؤدي الإعلان إلى دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكنها من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل ويتولى مجلس الأمن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة وعند تأسيسه في عام 1945 كان يتألف من 11 عضوا قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في عام 1965 من بينهم عشرة دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقدة وهم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا قرار دعم الدول الأفريقية بمقعدين دائمين في مجلس الأمن التي تعتزم واشنطن دعمه كانت تسعى إليه الدولة المصرية منذ فترة طويلة مشددة على أهمية التوافق والحوار خلال المشاورات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن لتحقيق تفاهم مشترك حول جوانب الإصلاح كافة ترجمة نانسي قنقر أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نزحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى الاستشادي 18 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء وستة من موظفي الأونروا مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار وذكرت المنظمة الأممية أن استمرار غياب الحماية الفعالة للمدنيين في غزة أمر غير مقبول مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها وأن تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين مؤكدا ضرورة توقف هذا العنف المروع حذرت حركة حماس من حمالات التحريد التي تنظمها الجماعات المتطرفة ضد المسجد الأقصى المبارك ونشر صور تدعو لتدميره وإحراقه في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الاقتحام لباحاته وذلك بحماية وإشراف حكومة الاحتلال الإسرائيلية هذا واعتبرت حماس مثل تلك الدعوات بمثابة خطوة تصعادية خطيرة تأتي ضمن مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد الأقصى وتمصي معالمه وبسط هيمنة المستوطنين الإسرائيليين عليها أدانت وزارة الخارجية الأردنية الدعوات التحريدية المستمرة من منظمات إسرائيلية سيطانية عنصرية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة كما أدانت الخارجية الأردنية استمرار الإجراءات الأحدية الإسرائيلية والخرقات المتوصلة مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة ترجمة نانسي قنقر وصف الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكار ورأى الوضع الإنساني والصحي في غزة بأنه كارثية وأشار لوكير إلى عدم وجود مكان آمن للعملين في القطاع الصحي مؤكدا أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية آداء للدعاية السياسية في حين لا تسمح بدخول المواد اللازمة للقطاع وتنتهك القانون الدولي الإنساني نددت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انكتاد بالدمار الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي ودعت منظمة الدولية إلى التدخل الفوري من الجانب المجتمع الدولي لوقف التدهر الاقتصادي ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفقمة وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين دمار اقتصادي يعاني منه قطاع غزة واستكم من هائل من الخراب الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انكتاد والذي أدى إلى تضخم هائل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الدخول والقيود المالية التي شلت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل وفي أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني ذكرت المنظمة الدولية أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوك في النشاط الاقتصادي تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهة العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008 وبالأرقام انخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 ما أدى إلى انكماش الاقتصاد عموما بنسبة 22% للعام بأكمله وبحلول منتصف عام 2024 انكماش اقتصاد غزة إلى أقل من 6 مستواه في عام 2022 وأشار التقرير إلى أن ما بين 80% و96% من الأصول الزراعية في القطاع بما في ذلك أنظمة الرأي ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التغزين قد تضررت ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات عدم الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل وبالإضافة لذلك أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة التي تشكل محركاً رئيسياً للاقتصاد قد دمرت وبالتوازي مع ذلك تمر الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية بتدهوراً اقتصادي سريع ومثير للقلق إذ أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً ووفقاً للتقرير فإنما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط المالية الهائلة على السلطة الفلسطينية إذ انخفض دعم المنحين الدوليين في 2023 إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار مقارنة بملياري دولار في عام 2008 كما تصاعدت عمليات خصم الإرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين عامي 2019 و2024 وقد عاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وخدمة الديون والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية كل هذه الانتهاكات دفعت المنظمة إلى الدعوة لتدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين أعلن حزب الله اللبناني الهجوم بأسراب من المسايرات على قاعدة فيلون جنوب شرق الصفض واستهدف عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين هذا وأضف حزب الله اللبناني أنه استهدف ثقنة زبدين في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية كما استهدف موقع المرجع العسكري الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان بالأسلحة الصاروخية بالإضافة إلى قصف موقع بياض بليدة بالمدفعية أكد رئيس مجلس الدومة فياتسلاف والودين أن حلف شمال الأطلنطي طرف في العمل العسكري في أوكرانيا مشيرا إلى أن الحلف يشارك بالفعل بشكل كبير في صنع القرار العسكرية وفي هذا الإطار تم رئيس مجلس الدومة حلف النيتو بمساعدة أوكرانيا في اختيار المدن الروسية التي يتم استهدفها والموافقة على تحركات عسكرية بعينها وإصدار أوامر لكياذ تأتي تصرحات فلادين بعد يوم من تحذير الرئيس الروسي فلادمير بوتين من أن الغربة سيكون قد دخل في قتال مباشر مع روسيا إذا سمح لأوكرانيا بقصف الأراضي الروسية بصوريخ بعيدة المدى غربيت الصنع قال ممثلو الإدعاء بمنطقة خركيف الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في قصف روسي بالمنطقة الوقع في شمال شرق أوكرانيا وقال مسؤولون في منطقة سوم الحدودية إن القوات الروسية قصفت مناطق حدودية سبعا وخمسين مرة عرضت كوريا الشمالية لأول مرة صورا لأجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود لقنابلها النووية وذلك في الوقت الذي زار فيه الزعيم كيم جونغ أون منشاءة لتخصيب اليورانيوم ودعا كيم جونغ إلى زيادة إنتاج المواد النووية المخصبة بدارقة تصلح لصنع أسلحة بهدف تعزيز ترسانة البلاد النووية وأظهرت الصور كيم وهو يتجول بين صفوف طويلة من أجهزة الطرد المركزي المعدنية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم أعلنت منظمة الصحة العالمية إضافة لقاح جدر القردة الذي تنتجه شركة باباريان نورديك إلى قائمة التأهيل المسبق ليكون أول لقاح من هذا النوع توافق عليه المنظمة لاحتواء انتشار المرض في الدول الأفريقية يعني تأهيل المسبق من قبل منظمة الصحة العالمية أن الدواء آمن وفعال كما يساعد تأهيل المسبق الدول النامية التي لا تمتلك الكثير منها التكنولوجيا والموارد اللازمة لإجراء فحصات على سلامة وفعالية اللقاحات في الحصول على اللقاح أعلنت المنظمة الشهر الماضي جدر القردة حالة طوارئ صحية عما تثير قلقا دولية سجل الاقتصاد البريطاني ركودا لشهر الثاني على التوالي في يوليو حيث أظهرت البيانات الرسمية خفاضا حدا في النتج الصناعية ونمى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة صفرية وفقا للتقارير بينما أظهرت بيانات سابقة تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الثاني وقارنة بالربع الأول من العام في ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها سجل الاقتصاد البريطاني ركودا للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي مع انخفاض الناتج الصناعي بشكل حد ووفق بيانات رسمية فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا صفريا فيما أظهرت بيانات سابقة أن اقتصاد المملكة المتحدة نمى بوتيرة أبطأ قليلا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام وزيرة المال ريشتال ريفز في تعليق لها على تلك البيانات قالت إن التغيير لن يحدث في ليلة وضحها بعدما فازت حكومة حزب العمال برئاسة كيريستارمر بالسلطة مطلع يوليو الماضي منهية 14 عاما من حكم المحافظين البريطانية فشل في تحقيق النمو خلال الشهر يوليو بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تسجيل نمو بنسبة 2 من 10% ويأتي ذلك بضغط من تراجع قطاعات البناء والتصنيع في حين ارتفع قطاع خدمات هامشيا ومن غير المرجح أن تؤثر هذه الأرقام على التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام بينما قالت الخبيرة الاقتصادية المساعدة في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية هايلي لو إن الاقتصاد من المرجح أن ينمو في النصف الثاني من عام 2024 وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليها في وقت سابق من هذا العام عندما تعافى من ركود ضحلة تشهد العديد من المناطق حول العالم موجات جفاف غير مسبوقة نتيجة للتغير المناخية ما يترك تأثيرات سلبية واسعة على كافة مناح الحياة والتنمية وفي هذا الصدد تعاني البرازيل حاليا من أسوأ موجة جفاف في تاريخها الحديث ما يناكس سلبا على الانتاج الزرعي والأمن الغذائي في خضم أزمة بيئية غير مسبوقة تعاني البرازيل من أسوأ جفاف يشهد تاريخها منذ أكثر من سبعة عقود وتشهد البلاد كارثة طبيعية تهدد استقرارها وأمنها الغذائي والمائي حيث يعاني نحو 59% من أراضيها من جفاف شديد وتدهر حاد مما يهدد سلامتها ففي حوض الأمازون أحد أكثر النظم البيئية تنوعا وحيوية على السطح الأرض تشهد الأنهار الكبرى مستويات مياه منخفضة بشكل غير مسبوقة مما أدى إلى عزل مجتمعات بأكملها مثل مدينة كواي في ولاية أمازونسا حيث أصبحت حياة سكانها مرهونة بقدرتهم على التعامل مع ظروف طبيعية غير متوقعة نهر سليموسا الذي يعتبر أحد الأحواض الرئيسية في الأمازون ويغزي 24 مدينة في ولاية أمازونسا يشهد أيضا انخفاضا حادا في مستويات المياه ويشكل نهر سليموس مع نهر الأمازون أكبر حوض مائي في العالم ومع ذلك فإن المياه في النهر وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيا وإلى جانب أزمة الجفاف تضاف إلى قائمة التحديات الكبيرة حرائق الغابات التي تكتاح البلاد فقد سجلت البرازيل منذ بداية العام وحتى السامن من سبتمبر حوالي 160 ألف حريق وهو أعلى معدل منذ عام 2010 وتعتبر معظم هذه الحرائق ناتجة عن الأنشطة البشرية كإزالة الغابات أو تطهير الأراضي الزراعية لتلتهم الحرائق حتى الآن مساحة تعادل حجم إيطاليا لا نستطيع رؤية أي شيء أمامنا من كثافة الدخان ومن الصعب التنقل في القوارب دون التعرض لخطر الاستضامة أو الغرق وفي ظل جفاف يلتهم الأرض وحريق يبتلع الأمل تواجه البرازيل فصلا مظلما في تاريخها وكارثة بيئية تضع البشرية بأسرها على مفترق طرق ما بين وقفة إجرائية حاسمة للمواجهة أو مشاهدة نهاية نظام طبيعي لا يمكن تعويضه أعلنت خدمة الإطفاء الوطنية في ميانمار مصر نحو 19 شخصا جراء أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات في العاصمة والمناطق المحيطة بها ونقلت السلطات في ميانمار نحو 3600 شخص إلى مناطق أكثر أمانا على متن قوارب وغمرت المياه نحو 162 كم مربعا من المنطقة المحيطة بالعاصمة شهد المتحف المصري الكبير تكريم أول دفعة من خريجي الجماعات الأهلية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورؤساء الجماعات وسط أجواء مبهجة تعد الجماعات الأهلية أحد أهم الإنجازات التي تشهد وقطاع التعليم العالي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل هي لحظة انتظرها هؤلاء الطلاب كثيرا لحظة دخول أول دفعة من خريجي الجماعات الأهلية لساحة الاحتفال بالمتحف المصري الكبير ليتم تكريمهم بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورؤساء الجماعات وسط أجواء مبهجة في هذا الحفل الأول الذي تقيمه جماعات الملك سلمان والجلالة والعالمين بعد أن بدأت الدراسة بها عام 2021 حيث قدمت هذه الجماعات العديدة من نظم الدراسة الحديثة والبرامج التعليمية المختلفة المؤهلة لسوق العمل شعور بالسعادة لا يوسف حلم شايفينه بيتحقق قدام عينينا بكورة هذا التخرج ان احنا بنشوف ولادنا بيتخرجوا بعد أربع سنوات من العمل المضني كان حلم ولكن أهم حاجة المهارات اللي ولادنا كسبوها سوق العمل اللي مفتح لهم قردي قبل ما يتخرجوا فيه ولاد كتيرة جداً ابتدوا يشتغلوا حاجة فخورين بيها متأكدين ان احنا بندي بكورة انتاج حاجة مختلفة خريج مختلف خريج فعلاً هيعمل تأثير في يوم بهيج يعني مبهج غاية في السعادة مفعم بأمال كبيرة جداً في مستقبل مشرق لأجيال من شباب مصر الغالي احنا النهاردة بنحتفل بتخريج أول دفعة من خريج الجماعات الأهلية فكر الجماعات الأهلية بدأ منذ سنوات ولكن سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي أصر ان هذه الجماعات تبدأ في مدن جديدة ومجتمعات عمرانية جديدة فرحة كبيرة رسمت على وجوه الطلاب وأهاليهم ليحتفلوا بعد سنوات من الدراسة داخل أعرق وأهم الجامعات التي اهتمت الدولة ببنائها خلال السنوات الأخيرة ليجني هؤلاء الطلاب ثمار اجتهادهم بعد تمتعهم بالعديد من المهارات نتيجة الأساليب الحديثة التي اتبعوها خلال دراستهم بصراحة اللي بيميز جامعة الجلالة إن احنا مثلا احنا تخصص ديفي بروداكشن فاحنا مش بس مندرس تيفي لأحنا مندرس تخصصات تانية فده لما نيجي نتخرج سوق العمل بيبقى موفر لنا كل حاجة احنا مش بس تيفي بروداكشن لأحنا أدفردايزنج وكل حاجة وغير كده نحن ناخد سرتيفكات بكل اللي احنا تعلمنا من جامعة الجلالة دراسة الذكاء الصنوعي في جامعة الجلالة وكانت الدراسة على مدار الدراسة في جامعة الجلالة صراحة فتحت أفاق جديدة لنا حتى في الأكاديميك في الريسيرش والحاجات اللي زي كده أو في إن احنا نبدأ نفهم أو نخش مجال جديد مع دكاترة صراحة فدونا كتير جدا في الموضوع ده أهمية الجامعات الأهلية طبعا المناهج الجديدة الحديثة اللي بتواكب تطول العمل وسوق العمل طبعا دي من أهم الحاجات المهمة اللي خلتنا نتأهل اللي احنا نشتغله مع باحثين من جميع أنحاء العالم من الولايات المتحدة الأمريكية وأنا اشتغلت مع طلاب دكترا في جامعة لوفل لمدة 3 شهور الجامعات الأهلية أحد أهم الإنجازات التي شهدها قطاع التعليم العالي في عهد الرئيس السيسي حيث تم إنشاء ما يقرب من 20 جامعة أهلية في 7 سنوات لتساهم في استيعاب أكبر عدد من الملتحقين بالتعليم الجامعية وتقديم برامج دراسية حديثة بها أعلى معايير الجودة التعليمية تربط الخريجين بسوق العمل وتميزهم فيه محمود جميل التلفزيون المصري افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس الألماني فرانك فالترشتاينماير يتي هذا ضمن خطة استكمال تشريد المؤسسات التعليمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي تتويجة للعلاقات المصرية الألمانية شهدت العاصمة الإدارية الجديدة الافتتاح الرسمي للجامعة الألمانية بحضور الرئيس الألماني فرانك فالترشتاينماير والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وخلال الفعالية عرض طلاب الجامعة مشاريعهم العلمية في مختلف التخصصات احنا بصراحة في الجيو سي بنهتم جدا على الجزء العملي والجزء اللي بيربط بالصناعة بالإضافة إلى الجزء البحثي ففي معظم شغل الطلبة بيبقى فيه جزء بحثي بيطلعوا منه على الأبحاث المنشورة وآخر متى وصلوا يعني العلم في النقطة اللي بيدرسها الطلبة بالإضافة إلى التجربة العملية حاليا نحن في الخسم روبوتكس بندرس حاجات ليه بتجهزنا أن نحن ندخل مجال الروبوتات على الصناعة المصرية وبتساعدنا أن نحن نزود الإنتاجية الصناعة في مصر الجامعة الألمانية هي متقدمة جدا وشغالة هي Applied Science شغالة أكتر أنها Applied بدعم المشاهية بنتطبقها للصناعة وتطلع للصناعة المصرية ونحن نجحنا اللي نوفر أو ننتج البلاستيك بعشر ثمنه الجامعة الألمانية الدولية أنشئت بموجب اتفاقية دولية وقعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الحكومة الألمانية عام 2018 وهي أول جامعة في العاصمة الإدارية وتضم مجموعة كبيرة من التخصصات العلمية وتكنولوجية المختلفة حالياً البروجيك المعروض في الزيارة عبارة عن نموذج مصغر لمصنع ذكي بيكون فيه أكتر من Workstation واحنا بنعمل بينهم Connection هنا احنا بنعمل استخدام للمعيكانة بحيث أن الشغل كله Automated ما فيش فيه أي عامل بشري كل البروجرامينج وكل التوصيل والحاجات دي كلها عاملها طبعاً في الجامعة الجامعة هنا بتركز أكتر على الشغل العملي وأنها أشتغل في مشاريع موجودة في الصناعة وأنها أكون عندي الخبرة أنها زي أشتغل بيدي الجامعة الألمانية هي مؤسسة تعليمية تهدف إلى تعزيز النظام التعليم العالي الألماني في مصر والشرق الأوسط والمنطقة الإفريقية والعالم وتعزيز الابتكار في الصناعة والاقتصاد في المنطقة من خلال تعزيز الشراكة بين ألمانيا وشركائها في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب التدريس والمناهج المتطورة والتكنولوجيا الحديثة أحمد الحسيني التلفزيون المصري توصلت فعليات المحلات السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي مدت فعلياتها اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر مع التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة يتذلك تزامناً مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رعاية الرئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي مدت الوزارة فعلياتها لمدة شهر اعتباراً من الأول من سبتمبر بمناسبة بداية عام دراسي جديد لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عايزة أشكر الرئيس على المبادرة اللي هو عاملها دي لأن صراحة لا الأسعار بتفرق معنا كتير المبادرة شيء جميل جداً وأكتر حاجة عجبتني أنها موجودة في أماكن كتير قريبة من البيت المبادرة بتكاد تكون موجودة طول السنة الأسعار بتبقى أرخص من الأماكن اللي بره بكتير وده شيء بيحشتنا أن الرئيس معنا وشايفنا كلنا عاوز أشكر سات الرئيس بصراحة حاجة جميلة فعلا في فرق كبير في الأسعار شريط حاجات كتير رخيصة أرخص من بره وبشكر الرئيس على المبادرة كلنا واحد نشكر سيادة الرئيس على توفير المبادرات في كل مكان وقريبة علينا وأن أسعار حركة المدارس كويسة جداً وأسعار السلع كويسة الحمد لله ورخيصة عن بره بكتير يعني مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية والشركات والمكتبات والمصانع في هذه المرحلة من المبادرة حيث تضعف عدد منافذ المبادرة لتصل إلى 2286 منفزاً وخمس معرض رئيسية وخمسين معرضاً فرعياً بمختلف محافظات الجمهورية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وفرة كبيرة من المعروض من مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية وبجودة عالية واسعة إقبال كبير من المواطنين على منافذ مبادرة لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة واحتياجاتهم المتنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية وإشادة كبيرة منهم بما تبدله وزارة الداخلية من جهود لتخفيف العباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد نوفر كل الأدوات الكتابية والمكتبية سواء من تصنيعنا أو تجارتنا بأسعار مخفضة جدا عشان خاطر النساء في جزء بصير جدا من المبادرة بتاعت السيد الرئيس مبادرة كلنا واحد خويستة جدا حلوة وأسعارها حلوة أحب أقول رست سيسي بجد ربنا يبارك فيه وعلى مبهوداته معنا وعلى المبادرة الجميلة دي كما تواصل المبادرة توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبتخفضات تصل إلى أربعين بالمئة بالسرادقات والمنافذ الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بنشكر سيد الرئيس طبعا عن المبادرة الجميلة دي نهاية موجودة طول السنة ونهاية بتساعدنا كتير طبعا في تخفض الأسعار ونهاية بتوفر شوية علينا مبادرة كلنا واحد دي جميلة وحلوة وفيها حاجات رخيصة زي الرز زي السكر الحاجات يعني الزيت بنشكر فخامته على المبادرة الرائعة دي إن هو قدر يوفر ويحس بالشعب المصري وإحنا معاك يا رئيس ألف شكر لي كما تستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفزا سابتا ومتحركا بكافة المحافظات وموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت تبدو الوزارة الداخلية جهودا كبيرة من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعمهم ومساندتهم من منطلق دورها الاجتماعي والإنساني تسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وهو ما بدى واضحا من خلال استمارية فعاليات المبادرة ومد فعاليتها باستمرار من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق التكافل الاجتماعي عبدالبركات التلفزيون المصري تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني جي تي آي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعامي 2023-2024 ويعد المؤشر العالمي للأمن السيبراني هو المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبرانية وذلك ل194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد وجاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر من أصل 47 دولة مصنفة بالفئة الأولى أجرى نائب وزير الصحة وسكان عمر قنديل جولة تفقدية موسعة في محافظة دمياط يتدرك في طار استكمال المرحلة الثانية من المرور الميداني الموسع حيث أوصى بتوفير كواشف وأجهزة تواكب حجم التردد على مركز طب الأسرة بحيثان موجها بمتابعة الصيانة الدورية لمحطات معالجة مياه جميع وحدات الغسيل الكولوية بدمياط فضلا عن تشغيل أحد أجهزة المعمل المشترك بدمياط خلال أسبوع من تاريخ الزيارة تابع وزير الإسكان شريف الشربين موقف تنفيذ مشروع حديقة تلال الفصاد محافظة القاهرة حيث تعد من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط ويتم تنفيذها على مساحة نحو 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية هذا وأوضح وزير الإسكان أن حديقة تلال الفصاد تضم ثمان مناطق ولها 14 بوابة مضيفا أنه تم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي اجتماعا مع مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شون جونز وشهد الاجتماع بحثة عزيزي أوجه تعاون في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المنفذ بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يدف البرنامج إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وذلك من خلال ربط المستفيدات من البرنامج مع برامج التمكين الاقتصادي التي تنفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المحافظات تواصل وزارة البيئة جهودها للتوعية بالتأثير السلبي للمخلفات البحرية وخاصة المخلفات البلاستيكية ونفذت الوزارة حملة مكبرة لتنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية بمشاركة عدد من الصيادين فضلا عن تجميع وفرز مئة كيلو جرام من المخلفات وتوجيهها لمصانع عادة التدوير لإنتاج موادات مردود اقتصادي أعلنت وزارة الزراعنة تم إصدار حوالي 700 ترخيص لأنشطة ومشتعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من سبتمبر يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات ترخيص أنشطة ومشتعات الثروة الحيوانية والداجنة مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوية وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف تبقا للضوابط والمعايير القياسية أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بادوي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا استراتيجيا لمصر في عدة مجالات وخاصة في مجال البترول والغاز جاء ذلك خلال استقبال سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر لبحث سبول تعزيز التعاون بين الجانبين ولفت الوزير إلى أن شركة ياباتشو وشيفرون الأمريكيتين لديهما محفظة أعمال مهمة في مصر من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية أن بلادها تدعم مصر كمركز إقليمي هام للطاقة في المنطقة ولديها من البنية الأساسية والتسهيلات التي تؤهلها لذلك الدورة شهد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الجلسة العامة لمنتدى سانتا بيترسبرغ للثقافات المتحدة الذي يوقد تحت عنوان ثقافة القرن 21 السيادة أم العولمة وأعرب وزير الثقافة عن أهمية المشاركة المصرية في هذا الحدث الثقافي الدولي البارز مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعكس حرص مصر على دعم الحوار الثقافي بين الشعوب وتعزيز التبادل الألفني والمعرفي هذا وأوضح وزير الثقافة أن مصر بتاريخها العريق تعد دائما نموذجا للهوية الثقافية الرسخة التي تتفاعل بشكل إيجابي مع الثقافات الأخرى مع الحفاظ على خصوصيتها يستعد مصرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية لاستقبال مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في نسخة السابعة عشرة بمشاركة عدد كبير من الفرق الاستعراضية وغرش العمل وتقام ليالي مهرجان سماع الدولي في دورته الجديدة ابتداء من العشرين وحتى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري في ثلاثة أماكن في الساعة الثامنة مساء يوميا على مصرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية وبيت السناري وقصر الأمير طوزة هذا المهرجان بيتم وبنؤكد على تحت رعاية وزارة الثقافة ومن خلال وزراء الثقافة على مستوى دورات المهرجان يعني منذ الدورة الأولى حتى الدورة السبعتاشر في السناد الحقيقة في دعم وفي حماس من الدكتور أحمد دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة متحمس جدا هي المهرجان وأشاد بكلمته على أهمية هذا المهرجان للتواصل الإنساني بين الشعوب كرسالة سلام إلى العالم دور مصر الرائد يعني دايما أن هي تستضيف كل هذه الثقافات على أرضها مصر مهد الحضرات وأرض الأنبياء طبعا ده دور رائد وطبيعي جدا أن هي تقوم به وإحنا الحقيقة هذا المهرجان مهرجان سماع الإنشاد والموسيقى الروحية في دورته السبعتاشر يعني إحنا سبعتاشر عام من التقلق والإبداع والتفرد في هذا المجال بالتحديد عدد الدول من الخارج تمان دول تمانية وبالإضافة إلى الفرق المقيمة في مصر زي سوريا بالإضافة إلى الفرق المصرية يعني كل الفرق المشاركة حوالي 30 فرق مختلفة من المصريين ومن الأجانب نظامة الأكاديمية العربية للألوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعليات قمة ريبل رالي مصر لريادة الأعمال لطلاب الجامعات المصرية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تتم قمة ريبل بدعم مراكز ريادة الأعمال بالجامعات المصرية على مستوى المحافظات وضمن الملتقى الرابع لشركات النشئة الذي تصدفه الأكاديمية يوفر الملتقى الرابع لشركات النشئة منصة تسويقية لتلك الشركات من خلال مشاركة 20 صندوقا استثماريا ووجهة داعم لريادة الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف الدول كما تعتبر قمة ريبل سامت منصة مهمة لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في المنطقة العربية الرالي سارتف فاستفل يعني مهرجان كبير للشركات النشئة والشباب والطلاب الجامعات الاتنين في مكان واحد معانا يمكن أكتر من خمسين متحدث خمسين سبيكر من عشرين دولة من أوروبا من أمريكا من إنجلترا من عمان والبحرين وتونس ولبنان وكوريا واليابان يعني تواجد تقريبا من كل القرات وكلهم بيكلموا في محتوى إزاي أفضل ممارسات في العالم لإدارة مراكز ريادة العمال والحاضنات وإدارة برامج ريادة العمال خاصة في الجامعات بحس إن الجامعات اللي موجودة تشوف نمازج مختلفة قصص نجاح في إدارة برامج مختلفة ويشوفوا إزاي إحنا ممكن ناخد منهم بعض النمازج النجحة قامت محافظة كفر الشيخ بتقديم دعم كبير للمزارعين من خلال توفير أدوات انتاجية جديدة لزيادة مساحات الأراضي الزراعية وأعلنت عن منح عشرين عقد تقنين للفلاحين بمناسبة حصاد الأرزة فضلا عن تسليم آلات زراعية أخرى بمناسبة عيد الفلاح محافظة كفر الشيخ للمزارعين أدوات انتاج تساعدهم في عملهم وزيادة رقعة مساحتهم الزراعية وحرص محافظة كفر الشيخ على منح الفلاحين في حصاد الأرز عشرين عقد تقنين وتسليم آلات زراعية لعدد آخر من المزارعين بمناسبة عيد الفلاح أكدت على تواجدي في أوساط أهلينا وأبنائنا من فلاح ومزارع كفر الشيخ عشان أن نحتفل بهذا اليوم الجميل ونفتتح رسميا موسم حصاد الأرز الرسمي ونحضر معاهم هذه الفاعلية والاحتفالية الجميلة ونشاهد الحصاد ثم كبس أش الرز لأننا كلنا كدولة مهتمين جدا بالاستفادة من أش الرز وطبعا منع حرقه تماما واستخدامه سواء كعلف أو بيعه المهم الفلاح يستفيد من كل ما يخرج من هذه الأرض الطيبة الرز بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ هو المحصول الرئيسي ويمثل تلتم ساحة المنزارع في الجمهورية في الإنتاجية وإحنا دلوقتي جنب صنف 104 وصنف 104 على الإنتاجية وصنف من الأصناف التي لا تحتاج فترة إضاءة طويلة قصير العمر كما تفقد المحافظ مزرعة للبيض مؤكدا أن الزيادة الإنتاجية في المزرعة تحدث ثباتا في سعر واستقرار السوق وتتمتع محافظة كفر الشيخ بمساحة مزروعة من الأرز تبلغ 249 ألف فدان بعدد من الأصناف وأهمها صنف سخة 104 وصنف سوبر 300 ومن أهم مميزات هذه الأصناف قصر مدة الزراعة مما يوفر كميات من مياه الرئي محصول الأرز إن شاء الله موسمنا ومن فدان بيجيب له ثلاثة أو نص أربعة وإن شاء الله بإذن الله بناخذ الجيش وبنستعمله لعلف البهايم وتشتهر محافظة كفر الشيخ بزراعة الأرز وتمثل 33.5% من إنتاج الجمهورية حث محافظ أسود هشام أبو النصر وأساء المراكز والأحياء بتسريع وطيرة العمل بملف تصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على الموطنين وخلال ترأس جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة أسود بحضور عدد من المسؤولين طلب محافظ أسود بعدم تعليق لفتات تهنئة وتوجيه نفقتها للخير أو لمشروعات تنموية معلنا دعم تشغيل مجمع حرف الشامية بمكينة خياطة جديدة شهد محافظ أسود هشام أبو النصر ختام أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء الذكية في نسختها الثالثة لاختيار أفضل 18 مشروعا ضمن الستفئات التي تتضمنها المبادرة للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وأوضح المحافظ أنه تم تقييم جميع المشروعات المتقدمة التي بلغ عددها 43 مشروعا وفقا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة مشيرا إلى أنه سيتم إرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائي وإعلان الفائزين للمشاركة في مؤتمر المناخ كوب 29 بدولة أذربيجان تعد مهنة الأزأ من أصعب وأخطر المهام في مجال المراكب والصيد ويعمل رجالها بدوابط محسوبة ودقيقة من محافظة دميات نستعرض طبيعة هذه المهنة وحياة رجالها ليست باليسيرة يعملون بجلد وصبر لرفع وتنزيل مراكب الصيد واليخوت من البر إلى البحر أو العكس بهدف الصينة إنهم رجال المهنة الصعبة رجال الأزأ هنا في منطقة الطابية بمدينة عزبة البرج بدميات مهد صناعة المراكب تشتهر تلك المهنة الأخطر على الإطلاق فإنزال المراكب إلى البحر أو إخراجها إلى البر ليست بالأمر الهيين دميات معروفة طول عمرها بأنها مركز لصناعة السفن وطبعا مركز لصناعة السفن برغم أن التاريخ كان أحيانا مع دميات بتظهر كمينة عظيم عبر البحر المتوسط وحيانا أخرى بيتخذ منها الأضواء نحية اسكندرية أو غيرها من المواني إلا أن فضل الأزأ بتاعها والأزأ ده جماعة معناه مكان صناعة السفن هكذا يبدأ العمل برص الفلنكات تحت المركب التي سيتم إنزالها إلى البحر أو إخراجها منه بل ويتم طلاء الفلنكات بالزيتة لتيسير حركة المركب عليها صعودا أو نزولا ليواصل الرجال الأزأ مهمتهم الشاقة حتى اكتمالها هنا كذا ورشة طبعا كل واحد ما يجي يعمل صيانة في المعدات اللي هو صاحب المكان اللي هو باسترياء لحيو والمعدات اللي هي بتساعده على الصيانة إحنا شغلتنا دي طبعا شغلة شقة جدا إحنا بعد ما بنعمل الإنشاءات وبنصنع في المهنة اللي إحنا في الوقت حالية المهنة الأزأ الأزأ دي لابد من طلع المركب كل سنة علشان ترخص الملاحة وعلشان الصيانة الدورية للمركب لو في حاجة عايزة تتعمل كده كده يعني الشغلة بتاعتني شغلة شقة جدا بسية طبعا الوقتين أسهل من الأول تقريبا بقالي 20 سنة فيها مصدر رزقنا الوحيد وفتح بيوت كتير ناس في أزبة البورج كتير في المجال ده في مجال الصياد والأزأ والمراكب دي بتطلع كل سنة مرة بتعمل لها صيانة دورية للمراشمة والحشف تحت بتدين لها فوق وكده خلال هذا العمل الشاق تعلو صيحات حماسية من قائد مجموعة العمل التي لا تتخطى 16 فردا في بعض الأحيان لتسهيل المهمة الشاقة وإنجاز العمل المستعصي تمتلك دمياط 65% من أسطول الصيد في مصر سواء في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر ولذلك استوطنت هذه الصناعة في عزبة البرج مع أكثر من 50 مهنة أخرى مساعدة لمراكب الصيد ولكن تبقى مهنة الأزأ هي الأكثر خطورة على الإطلاق وتعتبر مهنة الأزأ من المهن القديمة المهمة في صناعة وصيانة مراكب الصيد والإخوت حيث لا تستغني أي مهنة من هذه الأنواع عن هذه المهنة أو عن رجالها لم يكن الأسبوع المنقدي بالأفضل فيما يخص المساعدات إلى قطاع غزة فقد انخفض عدد الشاحنات النافذة إلى القطاع بشكل كبير بعد رفض الجانب الإسرائيلي للعديد من المواد الإغاثية عادت مرة أخرى من دون إبداء أسباب ضمن سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي العقابية والتجويعية للشعب الفلسطيني الأعزل هذا ومن المنتظر أن يتوقف العمل بمعبر كرم أبو سالم غدا السبت حيث يصادف العطلة الأسبوعية في إسرائيل المزيد يطلعنا عليه المراسل باسم أبو العين تحياتي إليكم من مدينة العريش في محافظة شمال سيناء نتابع الوضع في غزة ووضع المساعدات الإنسانية يوما بعد آخر لم يكن هذا الأسبوع هو الأسعد إطلاقا في حياة الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب في خصوص المساعدات الإنسانية حيث أن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع هذا اليوم شهدت انخفاضا كبيرا وملحوظا وتعنطا كبيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم والتي كانت تعيد الشاحنات مرة أخرى رغم تكدسها هنا في منطقة تمركز الشاحنات في شمال سيناء سواء كانت في العريش أو في بالقرب من أو بجوار معبر رفح حيث كانت ترفض الشحنات بشكل تعسفي ومن دون إبداء أي أسباب أبسط مثال كان بالأمس حيث دخل سبعون شاحنة إلى قطاع غزة لم تمر عبر كرم أبو سالم إلا 12 شاحنة فقط والبقية عادت باستثناء الأربع شاحنات المحملة بالغاز الطبيعي أيضا عبرت هي الأخرى وتم غلق المعبر وكان القصف بالأمس عنيفا بجوار معبر رفح وعلى طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة كان هذا هو الوضع الميداني في قطاع غزة حتى ساعتنا هذه والغد يتكرر الغلق الأسبوعي السبت لمعبر كرم أبو سالم نظرا لوجود عطلة أسبوعية في الجهات الإدارية الإسرائيلية ويترتب عليها توقف العمل في معبر كرم أبو سالم ولكن آلة القتل لا تتوقف والحرب لا تتوقف ولا تعرف عطلات نهايات أسبوع من مدينة العريش التلفزيون المصري باسم أبو العين تحلي اليوم الذكرى رحيل عمدة مخرجي الدراما إسماعيل عبدالحافظ توفي إسماعيل عبدالحافظ في 13 سبتمبر من عام 2012 عن عمر نهزا 71 عاما ترجمة نانسي قنقر رحم الله المخرج القدير إسماعيل عبدالحافظ إلى هنا انتهت نشراتنا وجولتنا الإخبارية من التلفزيون المصري ولا يتبقى فيها السوى تفكير بأهم ما ورد بها من عنامنا جوتاري الشودين استهداف مدرسة تأوي نازحين في النصيرات والأردن تندد بالدعوات التحريضية لتفكير المسجد الأقصى حزب الله اللبناني يعلن قيامه بهجوم على قاعدة فيلون جنوب شرق الصفض ويستهدف ثقنة زبدين في مزارع شبع اللبناني المحتلة الدومة يتهم حلف النيتو بإدارة الحرب العسكرية بالوكال عن كييف وبوتين يتوعد الغرب بحرب مباشرة بختام العنوي نصل معكم لختام نشرة الثالثة دمكم ما في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة